تعال بقى نسخن مع كل السادة المشاهدين واللي بيتابعونا من خلال صفحة يلا كورة وصفحة جي لسي سبورت ومعنا الكواليس وأخبار كما هي العادة طبع نبدأ مع بعض وأهم خبر دلوقتي والناس كلها عايزة تطمن على بعضة فريق النادي الأهلي بعد المباراة ترجع تتوان ولا تفضل في تنجا يمكن كانت في الكواليس كانت في مفاجآت إن النادي الأهلي فضل وعرض على مسؤول الاتحاد الدولي فيفا إن الأهلي يفضل في مدينة تنجا فكرة السفر من تتوان لتنجا والعودة من تنجا لتتوان تبتتكلم ما يقرب رحالي ساعة ونصف زهاب وساعة ونصف إياب وبالإضافة لده فيه مشقة والتدريبات والكلام ده كله فالكابتن سرعب الحفيز عرض وقال نبدل في تنجا يا جماعة هو هنتمرن يومين تبتتكلم في تدريب النهاردة الخميس تدريب الجمعة وعندك مطش يوم السبت ففكرة السفر كانت تبقى مرهقة جدا حاجة تانية ملعب تدريب قائل فيفا ليه اختار تتوان عشان المعايير عايز غرف خلع ملابس عايز بعض الأدوات اللي ممكن تسمح إن المكونات التدريب تبقى في تتوان أفضل لإن ملعب تنجا كلها ملعب فرعية مفتوحة فما فيش غرف خلع ملابس فالقال لي قالك لأ أنا ما عنديش مشكلة أنزل من الأوتوبيس أتضرب أطلع للأوتوبيس وراح أغير كل حاجة في القطيل ما عنديش أي مشاكل فلذلك أهم خبر وأول خبر الأهل هيفضل في تنجا عكس سياتل سياتل هيجي يقعد في تتوان وبعد كده ليلة المباراة يوم الخميس بليل هيجي يقعد في تنجا ويلعب المباراة أو يوم الجمعة ويلعب المباراة يوم السن ده بداية الخبر الثاني الناس كلها عارفة إن فيه وفود رايحة جاية في القرى الإفريقية عشان دور السوبر خلال الإسبوع اللي جاي وعلى هامش كأس العالم الأندية وافدم الاتحاد الدولي وافدم الاتحاد الإفريقية هيعملوا اجتماعات مشتركة عشان يحطوا الخطوط العريضة لدور السوبر الإفريقي كلنا عارفين إن شركة دور السوبر الشركة الإيطالية زارت النادي الأهلي في بداية تفقدها للأندية اللي هتشارك في البطولة من المفاجآت كمان إنهم حاليا موجودين في غينيا زاروا ملعب حراك وناكري وفي زيارة هيختتموا بيها الجولة اللي هيعملوها يوم 12 فبراير في جنوب إفريقيا وافد دور السوبر هيزور سانداونز عشان يكون وضع كل اللمسات على الأندية التمانية وعلى هامش كاس العالم اجتماعات فيه فوقاف عشان يحطوا كل التصور المتعلق بالبطولة خبر التالي ده وده فيه مفاجآت تخيل يا كريم إن وافد نادي سانداونز كان موجود في ملعب طنجة وهيحضر كل مباريات الأهلي عشان يبقى فيه سكاوتينج وتحليل لكل شيء قبل ما يواجه الأهلي في دور عبطال إفريقيا موضع طبعا ما بيستغلوا تواجدهم في المغرب محمد أكيد لمراقبة النادي الأهلي وحا فيه طبعا حدوتة الأهلي وسانداونز مكملة معنا للسنة الثالثة على التوالي وحدوتة لا تنتهي يعني لا مستبرة حدوتة لا تنتهي وإن كان يعني النادي الأهلي طبعا كان السنة قبل الفاتحة هو له الغلبة فيه يعني الدور الثمانية هما السنة اللي فاتح كان لهم الغلبة فيه دور المجموعات وقدروا ياخدوا الصدارة على حساب النادي الأهلي لكن إحنا السنة طبعا الأكيد برضو بنتقابل فيه دور المجموعات وواضح جدا جدا انسانداونز عارفين هو بيشتغل بنفس الأسطوب بتاع الأندية في أوروبا انسانداونز العقلية عندهم فيها عقلية متقدمة جدا 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 وهم طبعا أكيد بيستغلوا تواجدهم في المغرب هو بيسجلوا كل يعني أي فريم هيسجلوا للأهلي في أي مباراة مفيد لهم الجدنة طبعا احنا عارفين نادي الأهلي بعد نهاية إن شاء الله مشواره فيه مونديال الأندية هيسافر الأول للسودان عشان يلاقي نادي الهلال في الجولة التانية من دور المجموعات وبعد كده يلعب بقى ماتش سنداونز هو المفروض كانت من ماتش متأجل يلعب ماتش سنداونز هنا إن شاء الله فيه القاهرة وأكيد طبيعي جدا هم أكيد مختمين بكل أي ماتريل هياخدوها للنادي الأهلي في المونديال